السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام كله بسمعني معكم الاستاذة صفاء من قناة تيوك اللي بسمعني الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك ويفعلنا الجرس حابة اعرف كون في قنوات اخرى عندنا قناة تيوك معرفة وقناة تيوك ملكة التعبير اتمنى منكم نشتراك في هذه القنوات فضلا وليس امرا اكتب باسم القناة في البحث اذا اردت الاشتراك في هذه القنوات هتظهر لك او ممكن تفتح هذه القناة اسفع الفيديوهات عند الفيديوهات ميزة جد باقي القنوات اليوم التعبير عن المشروعات الصغيرة بالعناصر والافقار نقرأ كده على بركة الله العناصر ثم نقرأ الموضوع العناصر اول افقار رقم واحد مقدمة رقم اثنان تعريف المشروعات الصغيرة رقم ثلاثة اهمية ودور المشروعات الصغيرة رقم اربعة امثلة المشروعات الصغيرة امثلة امثلة للمشروعات الصغيرة خمسة ما يجب مراعاتية عند انشاء مشروع صغير ستة واجب الدولة واجب الدولة اتجاه المشروعات رقم سبعة اخر خاتمة يعني مقدمة وعرض وخاتمة العرض اللي هو رقم اثنان وثلاثة واربعة وخمسة وستة دولار عرض عرض الموضوع او صلب الموضوع وفي البداية هتكون في عندنا مقدمة وفي نهاية الموضوع هيكون عندنا خاتمة نقرأ اول عنصر رقم واحد مقدمة المقدمة انا اترك بعض اي موضوع تعبير في البداية اترك بعض فارغة يعني مسافة كلمة ما يفيد المشروعات الصغيرة في المجتمع لان فوائدها كبيرة وعظيمة ولا يمكن تجاهلها دي كده المقدمة اسلوب تعجب يصلح ان تكون مقدمة اسلوب تعجب ممكن لمحة بسيطة على الموضوع ممكن سؤال ممكن شاهد في كده طريقة لي كتابة المقدمة انا جعلت هنا اسلوب تعجب يعني انت لو مش عارف تكتب مقدمة لا تجيد كتابة اي مقدمة لاي موضوع ممكن تجعل المقدمة اسلوب تعجب تتعجب من الموضوع اللي بتكلم عنه سواء كان اي موضوع ايجابي او موضوع سلبي ما افيض المشروعات الصغيرة في المجتمع لان فوائدها كبيرة وعظيمة ولا يمكن تجاهلها اي طبعا الموضوع الايجابي هتقول ما افيض ما اعظم ما او ممكن ما اروع اما الموضوع السلبي ما اقبح ما اسوأ ونغير طبعا الاسلوب اي ندخل كده على العرض هنا اطرق بيض مسافة كلمة هتكلم على اول عنصر في العرض اللي هو تعريف المشروعات الصغيرة اطرق بيض مسافة كلمة مثل المقدمة تعريف المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة هي مشروعات او اعمال تجارية او صناعية لتميز بقلة العمالة وايضا رأس المال المنخفض المشروعات الصغيرة هي مشروعات او اعمال تجارية او صناعية لتميز بقلة العمالة وايضا رأس المال المنخفض كده الموضوع العنصر الاولاني اهمية المشروعات الصغيرة هتكلم على اهمية رقم ثلاثة اهمية ودور المشروعات الصغيرة ده العنصر الثالث دور المشروعات الصغيرة تلعب او تكمن اهمية هذه المشروعات او تلعب هذه المشروعات دور كبير فهي تدعم الاقتصاد والدخل القومي وتوفر فرص عمل للشباب وتقضي على البطالة كما انها كسب العيش كسب العيش ومصدر للاستثمار والربح والتزيد من صادرات الدولة وكذلك تقلل من حجم الاستيراد ويمكن ان تكون لأي شخص وفي اي عمر يمكن ان تكون لأي شخص وفي اي عمر هناك امثلة لا حضرة لها امثلة كده هتكلم العنصر الرقم ثلاثة العنصر الرقم ثلاثة امثلة للمشروعات الصغيرة بعد ما تكلمنا على اهمية المشروعات امثلة لها وهناك امثلة لها امثلة لها حصرة لها منها مشروع تربية النحل مشروع تربية النحل والدواجن هنا في نقطتين فوق بعض بعض امثلة نضع نقطتين مشروع تربية النحل والدواجن ويوجد أيضا مشروع إنشاء مصنع صغير لتطريز الأقمشة أو مصنع ملابس صغير أو مصنع للسجاد اليدة وغيريها الكثير ولذا يجب على صاحب المشروع بالتخطيط الجيد هتكلم كده العنص الرقم خمسة ما يجب مراعاته عند إنشاء مشروع صغير العنص الرقم خمسة ولذا يجب على صاحب المشروع ولذا يجب على صاحب المشروع بالتخطيط الجيد ومراعات معايير الجودة حتى تنمو وتصبح من المشاريع الكبرى وحتى العالمية المشاريع الصغيرة هي الأساس للإقتصاد المحلي ولذا على الدولة توفير الدراسات الوافية والأبحاث كده هتكلم على واجب الدولة واجب الدولة او واجب الدول اتجاه المشروعات على الدولة هنا ما يجب مراعاته على صاحب المشروع او ممكن نقول واجب صاحب المشروع عند تنفيذ المشروع واجب الدولة توفير الدراسات الوافية والأبحاث التي يكون فيها المعلومات كافية مما يعمل على جذب الشباب وصغار المستثمرين على الدخول كما يجب وضع قوانين تساحل إجراءات إنشاء هذه المشروعات وتحمي مصالح أصحابها اضع نقطة انتهيت كده من العرض انتهيت من صلب الموضوع تبقى الخاتمة الخاتمة في الأخير دي كده دي الخاتمة الخاتمة ممكن سطر سطرين ثلاثة يعني قصيرة الخاتمة اترك بياد مسافة كلمة ايضا ترك بياد مسافة كلمة مثل المقدمة ومثل العرض ماذا كتبت في الخاتمة كتبت عن شاهد عندنا شاهد وعندنا خلاص الموضوع المشروعات الصغيرة طريقة من الطرق التي تتغلب بها الكثير من الدول على مشاكلها فيجب على الدولة العمل على استفادة منها ورفع الوعي المجتمعي كده الحاح في النصيحة بنصح ايضا عجب على الدولة العمل على الاستفادة منها ورفع الوعي المجتمعي والخطقيلة هنا الشاهد بتاعنا صنعه في اليد امان من الفقر صنعه في اليد امان من الفقر دي الخاتمة بتاعتنا ننتزم عندك تبت الموضوع بالعلامات الترقيم اللي هي علامات الوقف إن كان في اسلوب تعجب نضع علامة التعجب فاصلات بين الجملة والاخرى فاصلات دي فاصلة فاصلة نقطتين فوق بعض فاصلات عند القول عند القول نضع النقطتين فوق بعض ايضا قال قلته يقول نضع نقطتين فوق بعض وعند الاستشهاد بايا قرانية بيت شاري حديش مقولة حكمة نضع المزدوجين في البداية المفتاح ونقول لكم في النهاية التعبير يبدأ ابو بيض ينتهي بمقطع عندنا العناصر الافكار نكتب العناصر الافكار قبل كتابة الموضوع نسيت هنا كتبتها في الآخر العناصر نكتبها قبل كتابة الموضوع والعنوان في نصف السطر نكتب عن المشروعات الصغيرة اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم لا تتخلقيني باللايك اذا اخذتوا الموضوع واستفدت من الموضوع لو بواحد المية اماما اللايك وكمان كومنتي القناة والاستراك اذا كنت الاول مرة تسمعني اراكم في الفيديوهات القادمة مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة